أربعة أعوام على الأزيز الأول لطيران التحالف العربي في سماء اليمن الأزيز الذي قسم اليمنيين إلى جزئين جزء رأى فيه تدخلاً سافراً ينتهك السيادة الوطنية وعدواناً على الإنسان والأرض وجزء رأى فيه الخلاص من سطوة الإنقلاب على الدولة ومفتاح استعادة سيادة الدولة المسلوبة من يده واسترجاع الجمهورية المسلوبة على جدران معسكراته الإنقلابية وبين هذا الانقسام كان المعني الوحيد في تعريف ما هي هذا التدخل وتحديد أي الرؤيتين هي الأقرب هو التحالف نفسه فكان الوقت منذ بداية انطلاق عاصفته المسمات بالحزم مفتوحاً أمامه فإما أن يثبت ما رأاه الإنقلابيون بشقيهم الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع أو ما رأاه الحلفاء في الحكومة الشرعية دقت ساعة الصفر في السادس والعشرين من مارس 2015 ليحدد التحالف العربي بقيارة السعودية والإمارات إلى أي الخانتين ينتمي فاستهدفت مقاتلاته معسكرات الإنقلابيين بطلعاتها الأولى وبذلك كانت خطوته الأولى في الاتجاه المحدد على خارطة أهدافه المعلنة لكنه منفك يضع خطوته في هذا المسار لينحرف بخطوته اللاحقة خارجه إذ برز إلى السطح بعد أيام قليلة مصطلح الغارات الخاطئة التي نتج عنها سقوط عشرات من الضحايا المدنيين في البداية ومع فتح صواريخ الغارة الخاطئة الأولى أبواب أول مقبرة لضحاياها المدنيين فتح أول ملف للتحقيق في الحادثة فظهر المتحدث الرسمي السابق باسم قوات التحالف أحمد عسيري يدلي في بيان أنه سيتم التحقيق في الحادثة واصفا إياها بالخطأ المؤسف الذي لن يتكرر لاحقا وقبل أن يتلاشى صوت المتحدث السابق للتحالف ووعده من أسماع اليمنيين حتى سقط ضحايا مدنيون آخرون لغارة أخرى توالت الضربات المسمات بالخاطئة واستمرت في حصد المزيد من أرواح المدنيين وتوالت معها الوعود بفتح ملفات تحقيق في الحوادث وبين هذه الضربات وتلك الوعود ظل عدد الضحايا المدنيين يتزايد غارة بعد غارة حتى تجاوز عددهم المئات ليتضح أن عداد الموت كان مفتوحا أمامهم وقابلا للارتفاع منذ اللحظة الأولى للعاصفة حتى اللحظة الأخيرة لغبار الأنقام ولم تكن إلا أشهر معدودة لتتوحد نظرة اليمنيين المنقسمة تجاه مقاتلات التحالف فرأت أعين الجميع يقينا أنها قاتلتهم دون استثناء في حين انقسموهم في عيون قادتها إلى جزئين جزء يجب أن يموت وجزء لا مشكلة في أن يموت أربعة أعواب من الطلعات الجوية أصابت الغارات الخاطئة خلالها أهدافها المدنيين بدقة كما أخطأت ضرباتها المعززة بالإحداثيات الدقيقة والمعلومات الاستخباراتية العالية أهدافها من الإنقلابيين بدقة أيضا أربع سنوات من الغارات الخاطئة المتكررة أغلقت خلالها المقابر على ضحاياها وأغلقت معها ملفات التحقيقات على مرتكبيها لكن قائمة الموت المكتوبة بصواريخها لم تزل مفتوحة في وجوه المدنيين في انتظار الإغلاق حتى اللحظة ترجمة نانسي قنقر